خليني بس في البداية أتكلم متحديدا عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب بتكليف الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة وبحضور هنا حفل الاتحاد الافريقي لكورت القدم كل الناس بتتكلم عن الحدث ده طبعا ممثلا عن النادي هم غدروا القاهرة يعني اللي كازابلانكا لحضور الحفل المقرر إقامته إن شاء الله النهاردة في دولة المغرب الشقيقة وبينافس النادي الأهلي على لقب هنا أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023 ما عندك قبرى طبعا عندك أنديت الوداد المغربي وسانداونس الجنوب إفريقي وبنافس كمان عندنا محمد الشناوي كابتن الفريق برضو على جيزة أحسن حارس مرمى في القرى الإفريقية وعندك كمان بيرستاو بينافس على مهاجم الأهلي على جيزة أحسن لاعب داخل القرى وعندك كمان محمود قهربا بينافس في بيكلم عن الجول يعني أفضل جول اللي كان في مرمى الهلال السوداني بدور هنا المجموعات بدوري أبطال إفريقيا فلقب إن شاء الله أفضل هدف كمان يكون من نصيب قهربا الفكرة كلها أن أنت لما بيكون فيه يعني تصويتات ولما بيكون فيه احتفالات من هذا النوع ومنافسات من هذا النوع الواحد بيبقى سعيد لما النادي الأهلي بكل من يمثله بقى كنادي كلعيبة كمجلس إدارة كإعلاميين كغيره بيبقى متواجد يعني ما ينفعش بقى فيه حفل جوائز من هذا النوع في أي مكان بنتكلم سواء محليا أو عربيا أو إفريقيا أو حتى عالمانيا إلا لما بتلاقي الحمد لله بنسبة جميرة جدا للنادي الأهلي متواجد وبينافس وده إن دل على شيء وكلمة دي كده أنا قلتها برضو مبارح في التكريم وأكيد هنتكلم في كل ده بس طبيعي جدا كل اللي بينتمي للنادي الأهلي ناجح هي كده هي منظومة نكحة فأكيد كل اللي بيشتغل فيها وكل اللي بينتمي لها لازم هيكون بطبعة الحال ناجح إلا مش حيبالي مكان وسطها أو وسط كل المنظومة النكحة دي بكل الناس اللي بتشتغل فيها على مدار طبعا نتكلم هنا تاريخ طويل جدا فسعيدة جدا أنا على المستوى الشخصي نحن بنشوف النادي الأهلي بيمثلنا في جوائز ومنافسات كبيرة جدا إفريقيا زي ما كنت بقوله محليا وأكيد عربيا